المهم دخل عالشيخ ومسك ايد ويا شيخنا ايه دي ايه دي ايه دي مش قادر ايه دي وجعاني وروحت لدكاترة الدنيا كلهم محدش فيه ونفعني عمليني دوني ادوية ودوني مسكنات ودوني حاجات ومفيش حاجة محواق معاي بقول لك يا شيخنا انا حاسس ان انا بصراحة كده حد من التجار اللي معانا في السوق يعني غيران مني ولا حاجة وحطيلي سحر او حسدني او حاجة وانا الليلة دي كلها محتاجك ايه تقرأ علي قرآن كده والرقية الشرعية يمكن اخف المهم الشيخ كان راجل طيب يعني وكان معروف ان هو بيقول رقية شرعية ولا حد يعني بيساعد الناس المهم الراجل الشيخ ده قرأ علي الرقية ورجل روح جالوا كمان يومين قالوا ايه دي لسه وجعان يا شيخ اقرأ علي تاني كده اقرأ علي تاني ورح الشيخ ايه قرأ علي ويجب一點 هيا شيخ الدنيا مش نفع معا يا شيخ بتيرا علي تاني فالشيخ قالوا ايه واضح كده يا ابني ان الموضوع مش حسد وواضح كده ان الموضوع مش سحر يا ابني انت فيه زنب بتعمله ومستمر عليه ويعني بتعامد فيه مع ربنا قاله انا انا لا يا شيخ ابدا مفيش كلام ده انا انا رجل لا مش انا قاله طب انت جيت على حد برامت حد ازيت حد قاله لا انا مليش في كلام ده بص يا شيخ انت شكلها كده ما نفعتش معاك فانت ايه عايز سلام عليك وراح صايبه ومشي وام الراجل الشيخ قال لك ايه انا حسيت الراجل زعل مني وبتاع فالله المستعن فجي بعد فترة قابل للراجل ده في حد فلاح الراجل بيجري عليه ويا شيخنا كبير يا برنس يا ريس علاوي وبتاع فالشيخ بيقول له ايه الاخبار قال له والله يا شيخنا ايه داية زي الفل قاله ايه اللي حصل فالشيخ استغرب يعني اللي هو سبحان الله فالرجل قال له بص انا خرقت من عندك بصراحة بس حسيت ان انت ايه كلامك ممكن يبقى في حاجة من الصح فحتى افتكر كده شوف انا ايه اللي انا ممكن اكون عملته لقيت ان انا زمان وانا بدني البيت بتاعي كان فيه ارض جنبي والارض دي المين لوحدة عندها ايتام فانا عشان امد الارض دي البيت بتاعي يعني ويبقى كبير وكده قلت لها هاشتريها منك فالست مرضي تشبيها فانا يعني بمعارفي كده وحركاتي وبتاع رحت مخلص الارض دي وخدتها منها عافية والست دي كان بتيجي كل يوم والعمال شغالين في الارض تقعد تصوت وتسرخ والناس يفتكروها مجنون بس الحقيقة انا اللي كنت مجنون بصراحة رحت لها وسألت عليها والست عادت عتزرت لها وعايت طلها وسألتها لنا تسامحني فالستة سامحتني ودعتلي وقبلت مني تعويض والدعوة اللي دعتها لي دي يا شيخ نفعتني اكتر من ادوية التكاثرة ومن اي حاجة تانية في الدنيا دي كانت قصة النهاردة انا مش هقول اي حاجة خلص انا حكيت القصة انا عملت الدور بتاعي انتو الدور عليكم انتو اللي هتقولوا ايه الدروس لانتو استفدتو من القصة كل واحد شافها من وجهة نظر مختلفة شاركونا وقلونا انتو شايفين القصة دي بتقول لنا ايه النهاردة ساعرك شرفه القصة جاي كان فيه راجل لأ الباشا دي خلاص مش هنقولها دي